سعادة السفير رامي طهبوب كان هناك حديث عن رفض فلسطيني لاستقبال نائب الرئيس الأمريكي الذي سيزور المنطقة ما تأثير هذا الرفض على قرار ترامب؟ هل هو تسجيل موقف فقط؟ لا هو ليس تسجيل موقف هو قرار نعم قرار بأنه الولايات المتحدة الأمريكية فقدت أهليتها قرائي للسلام باتخاذ ترامب هذا القرار نعم ليس هناك داعي للجلوس مع نائب الرئيس الأمريكي أو غيره وقد أعلنت رسميا يوم أمس بأن الرئيس لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي في بيت لحم وبعد هذا التصريح من الرئاسة الفلسطينية صدر رد فعل من البيت الأبيض يهدد بأنه سيكون هناك تبعات عكسية إذا أصر الرئيس محمود عباس على عدم استقبال نائب الرئيس الأمريكي وقد قلناها بكل وضوح وحسب بعلوماتك إنه ما راح يستقبل لن يستقبله وقلناها بوضوح نعم لن التهديدات التي صدرت عن البيض الأبيض مرفوضة ولا نقبلها ولا نقبل تهديد من أي كان يعني هذا الأمر محسوم بالنسبة لنا الرئيس قرر عدم استقباله لن يستقبله لأنه لا يستقبله على شوه هل على أساس تجميل الوضع؟ انتهى الموضوع الولايات المتحدة لا تستطيع أن تكون بعد قرار ترامب راعي لعملية السلام أو العملية السياسية في الشرق الأوسط نعم